انتلق اليوم الحوار الاستراتيجي السعودي الامريكي في العاصمة واشنطن وفي مؤتمر صحفي المشترك جمع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعن الجنب الامريكي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة قال الأخير بحثت مع وزير خارجية السعودية الأمن المشترك وتعزيز التعاون العسكري معها وأشار بومبيو إلى أن إيران تهدد أمن المنطقة وأمن السعودية من جهته قال وزير الخارجية السعودي نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن وبحث تعزيز استقرار المنطقة مشيرا إلى أن قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة هدد الرئيس التركي رجب طيب أردغان اليونان ولوح برد تستحق أثنى على التوتر في شرق المتوسط حيث يثير إرسال أنقرة سفينة بحث عن الغاز في مياه تطالب بها أثنى توترا وقال أردغان سنواصل أعطاء اليونان والإدارة القبروسية اليونانية التي تخفقان في الوفاء بوعدهما في محافل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الرد الذي تستحقانه على الأرض ترجمة نانسي قنقر